العشوائيات ليس بالجديد سيادة النائب قد قدمه من قبل لمجلس النواب الأسبق لم يمضي بسبب توجهات بعض النواب البعض منهم تمت قراءته في مجلس النواب السابق أيضا ولم يتخذ قرار يعني كذلك حتى هذا المجلس أكو شيء ما مفهوم يعني ممكن توضح النياء أكثر حتى نفتهم أكيد يعني دائما أثناء الانتخابات وأثناء الزيارات نشوفين أنه نستغل هذه الطبقة الفقيرة ولهذا بدون ما نسوي لهم حل نحن بس نقرأ قراءة ولو نقرأ قراءة ثانية بس حلول أكو حلول لهذه الطبقة الفقيرة حاليا نريد نأخذ منهم إيجار لأنهم لوعدهم كان ما جوي بنا وتجاوز ولهذا وقت الانتخابات نروح ونكثر اتصالاتنا بيهم يكسب أصواتهم وبعد الانتخابات تشوفين تسكت المسألة وإلى أن تنثار حاليا مثارة هذه القضية لأنه مثل ما تفضلته البلد ناقص مشاكل من هوسة الهوسة بس هاي المشكلة حتى يضيفوها إلى مشاكل الشعب هوسة جديدة على حجات المثل الشعبية أي هوسة يعني إحنا ما عدنا هوسة بالعراق فيوميا دورين هوسة سيادة الناب اليوم يعني بالفعل بالفعل مثل ما قلت جنابك وهاي الكل دي يعرفها وأصبح الشعب العراقي يعي خلال فترة الانتخابات إجا فلان وإجا فلان هاي تعتبر ما الصيادة للفقراء لكن دون إيجاد بديل مناسب إليهم احنا حتى الكاظمي من طرح مشروع داري وين داري وين مشروع داري احنا يا مكثر الأراضي واللي سجلوا ما شاء الله بالعلوف احنا لو انطيناه لهذا الفقر لو انطيناه قطعة أرض 3 مليون احنا لقد ننطي قطعة أرض وهاي ليش ما احنا عدنا شركات الإعمار والإسكان وعدنا شركات جيدة وشركة ومستثمرين جيدين نبني مجمعة سكنية واطعة الكلفة نوزعها على هذه الطبقات الفقيرة نخليها بتقصيد مريح من البنوك والبنوك حاليا دا تنطي دا تنطي الميت مليون ومية وخمسين مليون ستين مليون بانجليس كان دا ينطي للموظفين بس احنا في بعض الأحيان احنا نشوف بالعشوائيات او داخل العشوائيات بتلقيين اكو ناس متمتعين بأرقى السيارات وأرقى الأثاث وهم قاعدين في هاي العشوائيات يعني حاليا لازم احنا نشوف نفرز الفقير عن الغني اللي مستغل فعلا أراضي الدولة بالقوة والفقير اللي دا يأثر على هذا الغني ودياخذ استحقاقه اشتركوا في القناة